اشتركوا في القناة فإنه إن استمرت أسعار النفط في الأسواق العالمية تسير على نفط الوتيرة أي ما بين 900 دولار للبرميل فإن قيمة انخفاض سعر الليتر الغازوال والبنزين ستكون ضئيلة قبل أن تشير المصادر أنه لن تتعدى على الأرجح 50 سنتيما في المرات المقبلة وآشرت المصادر على أن البترول يجب أن يهوي إلى ما دون 70 دولار حتى تقل أسعار المحلوقات بمحطات الوقود عن 11 درهما للليتر الجدير بالذكر أن شركات التوزيع قامت بدءا من متصف الليلة الماضية بمراجعة أسعارها حيث تم تسجيل خفاض في ثمن البيع تراوح ما بين 0.360 ودرهما 1 اشتركوا في القناة